إذن أكثر من عشر سنوات من التفاوض ما بين مصر والسودان وإثيوبيا حتى الآن لا جديد في المفاوضات والعيون تترقب شهر يوليو المقبل كيف هي أحدث التطورات فيما يتعلق بملف سد النهضة البداية استضافت الدوحة في قطر اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول العربية ودعا هذا الاجتماع مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بشأن سد النهضة وما زالت إثيوبيا تتمسك ببدء الملء الثاني في يوليو المقبل ماذا أيضا عن أبرز التطورات في ملف سد النهضة إثيوبيا السد يلعب دورا مهما ومحوريا بالنسبة لها فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة الكهرومائية أما بالنسبة لمصر فإن هناك الكثير من المخاوف من تعرض الإمدادات فيما تعلق بالمياه الواردة من النيل للخطر ومياه النيل تمثل أكثر من 95% من احتياجات مصر من المياه العذبة أما بالنسبة للسودان فإن اعتمادها على المياه من النيل بنسبة 54% وهناك قلق بشأن سلامة السد مما يعرض تدفق المياه بالنسبة للسودان للخطر فيما يتعلق أيضا بسد النهضة وما هي هذا السد وإمكانيته طاقة التوليد بالنسبة للسد تصل إلى 6000 ميجاوات أما بالنسبة للسد فهو أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا وإذا تحدثنا عن المساحة فإنها تتجاوز 1800 كم مربع والساعة التخزينية للسد هي 74 مليار متر مكعب وهو ما يعادل حصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل إذا تحدثنا أيضا عن التشييد بالنسبة للسد فإن السد بدأ تشييده في عام 2011 بكلفة تتجاوز أربعة وستة من عشرة مليار دولار ماذا عن المدى الزمني بالنسبة لسد النهضة إلى منذ البداية وحتى الآن في عام 2006 كان هناك تحذير مصري لإثيوبيا من بناء السد في عام 2010 أديسة بابا تعلن عن نيتها البدء في البناء وفي 2011 ألبد رسميا في بناء السد 2012 هناك اجتماعات فنية لحل نقاط الخلاف ما بين البلاد التي تتحدث في السد وهي مصر والسودان وإثيوبيا وفي 2013 التلويح بعمل عسكري مصري ضد إثيوبيا 2014 استئناف المفاوضات واختيار مكاتب استشارية محايدة 2015 التوصل إلى إعلان المبادئ وانفراجة في الأزمة هذه الانفراجة لم تلبث أن شابها الخلاف في 2017 و2018 في خلاف معلن ما بين إثيوبيا ودول الوساطة وفي 2019 إلى 2020 كان هناك محاولات أمريكية للوساطة فيما يتعلق بسد النهضة وفي 2021 وتحديدا في إبريل جولة جديدة من المفاوضات كانت برعاية الاتحاد الأفريقي ولكنها حتى الآن لم تؤتي بأي جديد ولا تزال مشكلة السد تتصاعد ولا تزال الأعين تترقب شهر يوليو المقبل